يخشى الأمريكيون من شرطتهم الجنائية ما تبين أنه الولايات المتحدة هي الدولة بوليسية الآن ما الذي يمكن أن يمنعك من العيش في دولة بوليسية امتلاك المال كونك غنيا يجعل من الآمن العيش في المناطق الصحيحة المناطق الآمنة التي لا تأتي فيها الشرطة والشرطة موجودة لحمايتك لكنها لا تحمي أي شخص لدينا الملايين من رجال الشرطة في هذا البلد وقد أصبحوا عصابة مسلحة دخلت في شراكة مع عناصر إجرامية هل عامل المتطرفون السياسيون والشرطة معا هنا في ميشيغان هناك منظمات هذه المنظمات الإجرامية هي للحكومة الفيدرالية تحاول إلى حد كبير إيقاف الشرطة وحتى مكتب التحقيقات الفيدرالي ويذكر أن هناك خطر عنف للرجال وأجهزة الشرطة التي لها علاقات وثيقة مع المتطرفين الذين يمولهم الملياردات من المجرمين ويديرون حروبا ويديرون الصحف ووسائل الرأي العام دولة مجرمة والأمريكيون غير سعداء بهذا الأمر لكن أخبارنا يتم التلاعب بها باستمرار الحرب الزائفة في العراق زيلينسكي رئيس أوكرانيا البطل والمجازر التي تتم بتعاوننا الكامل كما قلت أمام شرطة القطارات الإسرائيلية